نشرح محاضرة الدكتور الرياض الفرماكولوجي اللي هي انتي باركنسون ديزيز نانا اوبجكتف عن المحاضرة اه انه قال لنا الدكتور انه لازم ناوركشنه الدراجات اللي اه راح ناخذها عن الباركنسون وكذلك بعض الاسئلة اللي حط الدكتور هي علامة استفحام لازم ايضا نبحث عن اجوبتها لانتعتبر مهمة اه اه امبورتان كوستشن نانا هذه الصورة توضح لشي الاعراض اللي تطلع لها عند الشخص اللي عنده باركنسون مثلا فورورد ابنت بوستشار يعني الهيد ماته راح يكون منحني اه بعد سر عنده رجلتي يعني شون صلابة عضلاتها مصصلبة ما يقدر يحرك يسر عنده فليكس الابو اندريس الابو ماته سر فليكشن هما والريست اه اه ترامار بعد شورت اه شيف تنقستي بتكون خطوات ماته مثل يعني اه مو طويلة قصيرة تكون الخطوات هنان الباركنسون ديزيز طبعا انا المحاضرة اه مثل ما تشوفوها كلهم مليان ستارز اه كلها الملاحظات يعني فان شاء الله اه كلها نوضحة نانا خنشوف هذه الستارز اهنا الباركنسون ديزيز هو شنوه هو ابروغرسيب نيرولوجيك ديزيزر در ذات اوكيور مينلي ان الدري كان ليد اه ديزيابوليتي انليس افكتيف تريتمنت از بروفويدل شن يخصد بي اللي يقول الباركنسون هو بروغرسيب هو مرض متطور يعني كل ما يتقدم بالعمر كل ما يتزداد حالته اسوأه هو نيرولوجيكال ديزيو در هو الاعصاب تتدمر اكثر شي بالاشخاص اللي كبار بالعمر اذا ما تلاحقنا وما نطينا علاج الحالة ما ترح تتفاقم وانسوي شنو ديزيابوليتي سوي عنده اعلاقة ما يقدر بعد يتحرك اوكي شنو الاعراض اللي تطلع عند الباركنسون ديزيز يصير عنده ترمر اترست يعني بحالة الرئيس يصير عنده ترمر ويخف من يتحرك يصير عنده برادي كاينيجيا شنو برادي كاينيجيا اه مثل ما قلنا هسا قبل شوية شورت شيفتينج اه يعني تكون الخطوات ماتة اه واحدة عن الثانية تصيرة شلون شبهه لكم وياها الحركة تكون متباطئة شلون مثل نمشي على الرمل على البحر مو يعني تحسون انه حركتنا هو نتحرك مو مثل مثلا مشارع عدل وهذا نداري نركض نركضه بصرع لا تكون حركتنا بطيئة يعني سلو سلونس انيشيشيشنج اند كيرينج اوت بولنتري مو بعد عندي سلو بالموفمنت او نسميها اختصارها اكنيجية مسل رجدتي مثل ما قلناها بوسترال اند جايت ابنورماليتي يصر عندها بوسترال اند جايت ابنورماليتي انحناء يعني مو منتصر يكون قوامة انكشيستي او ديبراشن يصر عندها ديبراشن بعض يعني هي اكو عراض هواي بعض غير هذي حتى يصر عندها سميل لوس يفقطت حاسة الشمات كو بيهم الباثولوجي او الباثوفيسيولوجي او باركنسون ديزياز اوكيور مانلي ديوري الريدكشن او دابامين احنا مو قلنا هو الاعصاب تتدمر يصر لها يعني ديجريديشن تتدمر نهائيا ليه شن السبب انه تتدمر لان راح يقل الدوبامين سبب الباركنسون ديزياز هو انه احتمال تكون عنده شنو نقصان او مو احتمال او هو السبب الرئيسي لمرض الباركنسون هو نقصان الدوبامين زين هذا الدوبامين وين موجود من قبل منه ينتج منطقة بالبراين اللي هي الصبستانشانيغرا والكوربوس ستراتيوم اللي هنه اصلا هذاني مسؤولات عن الحركة موتور كنترول فاني او هو الدوبامين يتحكم بالكنترول بالموتور مالت جسمنا بالحركة مالت جسامنا فاحنا صار عندنا دوبامين ريديوز صار عندها ريجيديتي والذين الاعراض اللي عددناها هنقب شوية زين الكوزز مات يقول هو اي دوباثك يعني سبب غير معروف لكن قد يعزى الى جينتك احتمال سبب وراثي يعني 15% من الحالات اللي يكونون متوارثين عندهم هذا الباركنسون هذا الدزيز يعني 15% احتمال يطلع عندهم باركنسون بعد توكسين مثلا يتعرض الى فدمواد سمية او ياخذها مثلا مثل فنيل تيتراهايدروبيريدين مثل فنيل تيتراهايدروبيريدين بعد طبعا بالاباطة لها بالاسباب يعني حتى السكس اذا تذكرون احنا اخذناها بالقام بالهيستو حتى الآن سأذكرها دكتورا ريم قالت انه هو يصر بالميل اكثر من الفيميل قالت انه سألتنا ليش يصر بالميل اكثر من الفيميل يعني روحوا بحثبوا بالجواب يعني السكس همات الى علاقة الايج العمر قبل شوية قلنا اه بالاشخاص اللي يعني عمارهم تقريبا خمسة وستين فما فوق يصر اعدهم اكثر شي بعد الهيد تراما اذا مثل متعرضين ضربة على الراس هذا احتمال كل شي كبير انه سوى اعدنا باركنسون بعد سريبرال انوكسية اكسيديد بسترا سريبرال انوكسية هي نقص بالاكسيجين الى البلبرين ادراج ان تدوز باركنسون ديزيز ادراجات تحفز انه سوى باركنسون مثل من عدنا مثل عدنا الانتي سايكوتك لك الهالبيديرول واضح كلش الدوبامين انتي اقونس ار ميتاكلوبرايميد كذلك الدوبامين انتي اقونس اللي هو الميتاكلوبرايميد اللي اخذنا بمحاضرات دكتورا زهراء اذا تذكرون اللي هو زيد من السيكريشن مثل برولاكتين زين الميتاكلوبرايميد هسا نجي المن للميديكال تريتمينت وبركنسون ديزيز الامي تو مينتين سين اي سي انا اس ديولوبمنت ليبل اوف اه سينجلينج او اه از كونستانت از بوسيبل اس اجينت اوبر تمبوري ريليف افرام سبتم كل شي بالاحمر مؤشرتي يعني مهم حتى يعني اكو شغلات صحيح ما مؤشرتي بسهمات مهم ما اعنها السهمات احجيها يعني شنو احنا احنا عدنا دراجات تعالج للباركنسون لكن ما تعالج السبب الرئيسي اللي هو شنو يصبح تهدم مثل ما قد دي جنراشن بمن بالنيرون يعني هو نيرون تحطم فشون انا اقدر اعيده ما اقدر لا بس ان شنو عندي حلول بديلة شنو هذي الحلول اما اتناول اخذ دراجات زيادة من مستوى الدوبامين ترفع ليه لان هو قلنا المين اليكوز هو بالدوبامين فارفع الدوبامين او شنو اخذ دراجات ايضا استوي لدقريز بالكولينيرجيك اكتيبتي الكولينيرجيك اذا نذكرها يعني نثبت الرسبترات مات الكولينيرجيك لان هذي يعني هي تكون سبب انه يصبح باركنسون ديزيز نجي الهنان اول العائلة اللي هي انكريز دوبامين زيادة من الدوبامين من هي عدنا الدوبامين بريكارسار يعتبر اللي هو الدوبا او نسميه الليبا دوبا والكاربيدو اذن اثنانات ننطيهن النقHO�� سنعرف كلماند ان العتم تح على الان دوبامين اغنس او إيريغوت الدولijk اللي هو مشتقات الكأides مثل عدنا為 بروموكريبتين يعتبران لان دوبامين اغنس ال endeavor goes derivaid depreciate الي هو البروموكريبتين والن пять edition 프로اض مثل عائلة دوبامين اغنس او الالبامين الدوبامين ال Aun Ab натالية الدوبامين ال COMET المرتب cioè الت ebenso الميو الماثور والمايو اللي هو المانو اوكسيديز بي انهيبتر و اللي هو مثل اللي عدنا منه هو السيليغلين هسا يعني بس اكيد كشو ما افتهمت و كشو ما عرفت هسا كلها راح نجي ناخر لا تخاف ادراج ذات ديجريز كولينيرجيك اي اكتيفتي عندنا دراجات راح تقللي من الكولينيرجيك همات يعني ها هم لازم نطهد الاشخاص اللي عندهم باركنسون مثل من مثل اللي سوي ماسكرينيك انتي اقونيس مثل من مثل عندنا البنزوتروبين هنشوف هذا الملاحظة بس شنو كاتبة بيها ها كاتبة لا يوجد اي دواء يعني لمعالجة او توقيف موت الخلال العصبية لذلك لازم نرفع الدوبامين او نقلل الكولينيرجيك اه طبعا هان هنا نخالت لكم هذه صورة حلوة انه توضح اه احنا عدنا الدوبامين راح يقل اوكي مني يقل لازم انطي اشياء ترفع المستوى داخل الجسم او بالبراين فانو ما انطي دوبامين ليش اذا انطي دوبامين ما كفائدة لان الدوبامين ما راح يعبر للبلاد براين باريور اوكي فان شنو انطي مكانه انطي مكانه سلائف اليه شنو انطي الليبادوبا اللي هسقب شوية اخذنا هذا الليبادوبا هو اصلا موجود داخل جسمنا يصنع باللاب فمو غريب يعني على الجسم فا اوكي من انطي مو غريب على البلاد براين باريور راح يعبر البلاد براين باريور وهناك بالبراين يتحول الى دوبامين الليبادوبا ليجه السهلانة شرحن هاذا الليبادوبا او الالدوبا او الكاربيدوبا او الثنين هنسميهن اذني الساينما اسميهن اسبريكورسر of dopamine هذا الليبادوبا هو بريكورسر للدوبامين يعني جزائه مبسطة المن للدوبامين يعني صغيرة للدوبامين بعدها تطين الدوبامين تتحول كونفرتد اندوتاء دوبامين راح تتحول الى دوبامين بالسنترال والبرقرال عني مناخذ الليبادوبا طلاب نريد الكثير من هذا الفكركي بالنف بومتينك و الى اخره زين فش يقول يقول تقريبا 98 الى 99 بالمئة راح يصير لهذا الليفا دوبا عملية دي كاربوكسيليتد وين هي بالبرفري وين بالضبط بالجي اي تي بالليفار يصير لدي كاربوكسيليتد من يصير لدي كاربوكسيليتد عن طريق شنو عن طريق انزيم نسميه دوبامين دي كاربوكسيليز هذا الشي راح يحول لي راح يحول لي هذا الليفا دوبا زين ويعني او يكسر لي اياه او عفوا اي حوله الليفا دوبا وين هذا بالبرفري انا ما ريده بالبرفري يتحول الى دوبامين هذا يزيد من النوزيا والفومتينج وها بالامور فان طريق من قلنا عن طريق هذا الانزيم اللي هو دي كاربوكسيليز انزيم راح يتحول عن طريق شنو لازم انطى اطي اутствون ان تعداد ثاني اللي هو ال food creative день يعني ننطي ليفا دوبا و كاربا دوبا سوا عرفنا الجواب يقول يقول two diminish peripheral metabolism of the DOB, حتى ما يسوي metabolism لليفا دوبا يعني بالجي اي 2 يتحول الى دوبامين لان هذا ما اريد يعني beside effect. باعتش يقول يعني باختصار راح الكاربي دوبا يزيد من من الهالف لايف مالة الليفا دوبا. يزيد الهالف لايف مال ليفا دوبا. To increase availability of ليفا دوبا. كذلك يزيد من الفعالية مالة ليفا دوبا من يخترق يروح الاسهال الكاربي دوبا. يعني هاي فوائده. بعد خلينا انه الكاربي دوبا هو يعزز يقوي الليفا دوبا. فاني ما يحتاج انطيب جرعات كلش عالية حتى احص صفد مفعول قوي. فاني انطيب فهذه هي فائدة الكاربي دوبا. حتى يعني لان اذا كل ما ننطي اه صحيح انا احتاج ليفا دوبا واحتاج شوية بجرعات قوية. اه فلازم يعني شوية اعلى الجرعة. فاني من اعلى الجرعة راح اسويه سايد افك الثانية. فاني اه شون اتجنب هذا الشي باعطاء الكاربي دوبا اللي يعني يسوي لهوا شغلات زينة. زين. اه اوكي. السلايد البعده يقول السلايد البعده يقول السايدات اساينمت 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 ان الاميلورتينك سابتوم. فار وان تو يور. يعني شنو هاي اقصد بها ما افتهمناها. بس خل نرجع الهنان نرجع لهذا الفيجر اللي انا مخليته. شو حسار لطلاب. انا هنا موجودة مكتوبة. اقول with time 5-year number of uh neuron degrees wearing off effect. يعني شنو. طلاب هاي اللي بادوبا. نحنا ممكننا يتحول الى دوبامين معه مرور السنين. يعني تقريبا اذا يستخدم شخص الباركنسون. مدة خمس سنوات راح يقل تأثيرة. يقل تأثيرة على الجسم. يصير wearing off effect. يعني يقل تأثيرة. wearing off effect. يصير بالتأثير فاش احتاج احتاج انه انطي الشخص درقات ثانية لان راح يقل تأثيره بعد ما بيفائده فانطي درقات ثانية هذه الادرقات اللي هي عندنا مجموعتين واحدة اسميها مونو امينز اوكسيديز بيتا انهبتر والثانية كاتاكول او مثيل ترانسفيريز انهبتر المونو امين اوكسيديز بيتا انهبتر تشمل لي السيل جلين والرازو جلين والكاتاكول تشمل لي التول كابون والانتا كابون هذه المونو امين اوكسيديز بيتا انهبتر علي من تشتغل انا عندي انزيم طلاب عندي انزيم موجود بالبرين هذا الانزيم يسوي لي متابولزم المن للدوبامين يكسر الدوبامين شنو هذا الانزيم اسميه مونو امين اوكسيديز بيتا فيقل تأثيره فاناش لازم انطي انطي ادرج يعني يثبط هذا الانزيم حتى الدوبامين يظل يعني ما يتكسر لانا دعال الشخص عنده باركنسون عنده قلة بالدوبامين فانطي انهبتر لهذا الانزيم اللي هنا شنو درجات شنو يعني سمنا على اسم هذا الانزيم اللي هي مونوامين اوكسيديز بيت بانهبتر اللي هي السلقيلين والرازو هذان شنو يسوون لدرجات اه نقره نانا وين given with the levadova it enhance the action of levadova and reduce the acquired dose راح يعززولي الاكشن مات ال levadova يعني يخلوه اقوى بالاضافة الى هذا الشي مثل ما قلت قبل شوية يخلوني ما استخدم دوز هواية من levadova حتى ما اساوي سايد افكت اكثر اوكي بعد اه بس خلن نرجع هنانا لسلايد ما لاتنا حتى نرجع الكلام الباقي حتى يوضح اكثر سايد افكت يعني شن راح يسوي راح يسوي سايد افكت كاينتك اون اوف فينمون شنو يخصد بالكاينتك اوف فينمون هذي مهمة دكتور سألنا عنها خلن نرجع لهنانا هنان خلن نعرفها يقول هذي الفينمون او الان اوف فينمون او الكاينتك اوف فينمون هاي ظهرة اصلا طبيعية من واحد ياخذ دراجات بالباركنسون ديزيز يعني باركنسون ديزيز هو مرض معقد صراحة ومعروف يعني كلي احنا نعرفها اه مو بسهولة ان يروح فظل الشخص او هو اصلا مايروح يعني يستخدم ادوية دراجات فمن يستخدم الفترات كلش طويلة اه بعد جسمه شانس نقول اسرع ده تولرانس بعد يعني يقاومها يصل عنده رزيستانس او مايستجيب للعلاج فهذي نسميها بالفينمون اللي هي يعني شنو ويرنج اوف هاي كافتها ويرنج اوف هاي يعني بعد الدوة مايشتغل هاي بعد الدوة مايشتغل لان مدة طويلة استخدمتها يعني بعد الجسم مايستجيب له يعني باختصار كتلضيح لهذا التعريف شون المخصود بالفينمون او الكانيتك فينامون ناوزيا and vomiting do stimulation of CRTZ كذلك الشي سوي ناوزيا وvomiting يعني هذا الاساينمت هذا الادراج اللي هو الليفا دوبا اقصد به والكاربي دوبا يسوي شنو ناوزيا وvomiting ليش لان طلاب راح يروح يشتغل على ريسابتر اللي هو الكيمو ريسابتر تراجر زون اللي هو وقته صاره CRTZ هذا وين موجود؟ موجود بالاستومك يعني بالجي ايتي فيروح يشتغل عليه في اسوي لهذا الشغلات يسوي هاي بوتينشن يسوي تاكيكارديا يسوي ديبراشن سايكوسيز هلوسينايشن هذي كلها يسويها يعني تمنا صارت واضحة بعد يقول اذا نستخدم يعني باركنسون دراج اللي هي هذي ونستخدموا بيريدوكسين هذا البيريدوكسين طلاب راح يقلل من مفعولية هذي الدراجات زيان المونو امينو اكسيديز انكريز ات كومبينشن ميت كاز هايبر تنسي بيريدوكسين خنشو بس هذي شنو انا كاتب بيها هاي يقلل كفاءة اللي فادوبا هذي اذا نطيوية يعني يقصد بال بالبيريدوكسين اذا نطيوية الدراجات اللي فادوبا ثي يقلل الكفاءة مالتها عندنا طلاب هذي العالم للدراجات اللي هي المونو امينو اكسيديز اذا نطيها كومبينشن يعني ودراجات ثانية احتمال تسوي شنو عند الشخص يسمى احتمال تسوي هايبر تنسي عنده زيان نجي للسافناميد السلجلين او السلجلين والرازوغلين اللي هي من عائلة منه المونو امين اوكسيديز تايب بي مونو امينو اوكسيديز تايب بي خش نجي للاول واحد اللي هو السافناميد مونو امينو اوكسيديز تايب بي مونو امينو اكسيديز تايب بي اوكسيديز تايب بي نفس الهدية ادمين سيطر instructed with the livodoba ولاحلة تمنى ما وقلنا قبل شها impact قلنا انه سوى انهانس للاكشن مالة ليفا دوبا وكذلك رديوز دوز يعفون رديوز دوز مالة ليفا دوبا يعني ما يخليني استخدم دوز هواي يعني من ليفا دوبا والكارباي دوبا حتى يعني اعالج الباركنسون المونو امينو اوكسيديز سيلكتين او السيقليين اتريكم مندد دوز هاز لتل بوتاشنال فور كازين هايبرتنسيب هاو ابر هو الدكتور هنا منطينا الجواب با دراج لو سيلكتفلي اتهاي دوز يقول يعني احنا نعرف انه السيقليين هو شنو يعتبر سيلكتف يعني يشتغل على رسالتر محدث سيلكتف لكن اذا ننطيق هاي دوز لا رح يصير ننسيلكتف ويسوي لهايبرتنسيب السيليقليين اسمي تابوليزم هذا السيليقليين طلب يعني من السايد الفاكت ماته انه يسوي اراق لانه هو يعتبر بالنهاية بعدين يصير للميتابوليزم ويتحول الى مواد منبهة اللي هي الميثا انفيتامين والانفيتامين يعني لازم واحد يعني ما ياخذ بالليل فحتى يتجنب هذا الشيء الريزاقليين اس الريفيرزابل هذا الريفيرزابل يكون تأثيره انسيلكتف انهيبتر اوف برين مانو امينو اوكسيديس تايب بي هاي فايف تايم اوف بوتنسي اوف سيليقليين يكون تأثيره وقوطه اقوى من السيليقليين بخمس مرات اس نوت ميتابوليزم ما يصل للميتابوليزم يعني ما يتحول الى الانفيتامين والميثا انفيتامين مثل السيليقليين الكاتاكول الكاتاكول ان او مثيل ترانسفيريز انهيبتر اللي هي عندنا الانتاكوبان والتولاكوبان الانتاكوبان انتولاكوبان سيليكتب ان ريفيرزابل انهيبت او بسي او انتي دعنا نرجع لهذا السيليد كاتب انا السيليد 13 اكو تلضيح عليه شوفوا طلاب هذا العائلة الكاتاكول او مثيل ترانسفيريز انهيبتر من الضملي التول كوبان والانتاكوبان هذه تشتغل على الليبادوبة وهذه قبل شوية اللي هي الامينو اوكسيديز انهيبتر او المونو اوكسيديز بي انهيبتر تايف بي انهيبتر تشتغل على الدوبامين تشتغل علي من على الدوبامين ما تخليه يصير الميتابوليزم هنا علي من تشتغل تشتغل على الليبادوبة تروح تثبت انزيم كاتاكول او مثيل ترانسفيريز هذا الانزيم الثبطة اللي هو اسم الادراج عليه الثبطة بحيث ما تخليه يتحول الى ثري مثيل دوبة ما تخليه يتحول الى ثري او مثيل دوبة وهذا شنو استفاد منها رديوز الى سبتم اوف ويرنغ اوف يعني هذا من انطوية الليبادوبة الكاربيدوبة شي خليها يخليها ما يصير الى ويرنغ اوف الويرنغ اوف انه هي شعرفناه شنو معناها هي ظاهرة تصير لمن الشخص تستخدم فترة طويلة الادراج انه الجسم بعد ما يستجاب المن للادراج نسميها نرجع للمحاضرتنا هنو مثلما قلت انه الانتا كابون عند التولا كابون سيلكتف عند رفيرزابل انهيبت الكومت رح يسكن انهيبت شنو انهيب شنو هذا الانزايم انهيب شنو هذا الانزايم اللى هوا الطالة رح يقل تركيز المثيل دوبة اللي هو 3 او مثيل دوبة لان احنا مثلما قلت انه هذا الانزيم هو يسويه للتحويل يسوي ليه ميتابولزم المن للليفادوبا يخليه يتحول الى ثري او مثيل دوبا هذا ما يفيدني ما يخدمني ما اريد هذا الليفادوبا يتحول الى هذا المركب بالعكس انا اريده يتحول الى دوبامين حتى عالج الباركنسون فش يقول يقول اني سوى التثبيت لهذا الانزيم راح ترتفع الليفادوبا بالسنتر وبالتالي راح يصير دوبامين تركيزه بالبراين لان الليفادوبا راح يتحول الى دوبامين ومثل ما قلنا قلنا هذي كل الايجنت يقصد على الكتاكول وحتى هذيتها قبل شوية اخذناها المونوامين اوكسيد اي اثنين هن يسوان ويرنين او او عفوا لا يقصد انه لدراجات مل هذي العائلة اللي هي الكتاكول والانتاكوبلون والتولوكوبون ذن اثني اثنين هن شنو يسوان ويرنينج اوف ويرنينج اوف يعني الورنينج اوف قليلا الورنينج اوف اللي هي الظاهرة اللي يصير لما الشخص يستخدم لدراج لفترة طويلة انه الجسم بعد ما يستجيب لها طويل من الانتاكوبون سايد افكت بوسترال هايبوتينشن نوزيا اناروكسيا ديسكنيجيا هالوسينيشن اند سليف ديسوردر وكذلك يسوى نكروسيز بالليبر اه اسوشياتيد واذا التول كابون من هو التول كابون هو اللي يسوى نكروسيز بالليبر البروموكربتين وعدنا الروبرينول والبروموبيكسول والروتوغين والأمو او الأبو مورثين هذان خمسة هن يعتبران دوبامين اقونس هذان شنو دوبامين اقونس والدوريشن مالتن اطول من الليبا دوبا اطول من الليبا دوبا افكتب انباشن اكسبتن اه لانتولانس ان ريسبونس تو ليبا دوبا خسا نجي هنا اقرأ السلايد مالتنا حتى يوضح اكثر يقول البروموكربتين والأبو مورثين والبروموبيكسول والروبو نيرول الروتوغوتين هن ذان شنو يعتبران يعتبران دوبامين اقونس دوبامين اقونس زين يقول البروموكربتين the action of iragotid rivide هو من مشتقات اليراغوت البروموكربتين are similar to الليبا دوبا هو يشابه بتأثير الليبا دوبا لكن شنو يقول يقول hallucination confusion delirium nausea and orthostatic hypotension هالorthostatic hypotension اذا ما نعرفها هو نفسه postural hypotension انه واحد مثل هو كان نايم او قاعد وقام يحس الدوغة يصر عنده are more common يعني هاي الاعراض يصر مور كمان لما نستخدم هذه الدراجات اكثر من ما صر عند الليبا دوبا من استخدمه بعض الشي يقول يقول بينامه لا الديسكنيجيا ستصر is less prominent يعني بالمقارنة مع الليبا دوبا تكون هنا لس مثل contraindication in patient with the history of myocardial infraction ما استخدمه اذا شخص عند myocardial infraction ما استخدمه peripheral vascular disease همات ما استخدمه اللي هو دوبامين دوبامين agonis فهو اصلا يزيد هم فما نستخدمه الابومورفين والبراما بميزول والروبانيرول والروتيقوتين هذان اللي دراجات يقولون I'll find the motor deficit in patient who have never taken levodopa نقدر نعالج بها الاشخاص اللي عندهم خلل بالحركة مالتهم او نقصان بالحركة يعني بدون ما اللي ما مستخدمين levodopa نقدر ننطيهم هذا لا يعني بدون الحاجة لليفا دوبا يقول delay the need levodopa in early Parkinson disease and may degrees the dose levodopa in advanced Parkinson disease يقول يأخر لي انه احتاج الليفا دوبا خلال المراحل المبكرة من الاصابة من البركنسون يعني شنو مثلا هستوى انه انا شخصتها وهستوى يعني هو عند باركنسون بداية المرض ماكو حاجة انه انا انطي levodopa اول ما اشخصها او بداية المرض ماكو حاجة بس يعني مجرد انه انطي الابومورفين ذني لدراجات هذه العائلة كلش كافي يعني واذا شخص يعني كان advanced Parkinson disease يعني مراحل متأخرة من البركنسون فتساعدني هذه الدراجات من استخدمها وهي الليبا دوبا انه تخلي استخدام الليبا دوبا بجرعات قليلة وهذا مفيد يعني نجي للامانتدين الامانتدين هو اكتشفوه بالصدفة هذا يعني كanti باركنسون دراج هو antiviral اصلا هو antiviral and accidentally discovered اكتشفوه بالصدفة انه انتي باركنسون دراج اكشن مادة شنو الاكشن مادة هو يسوي Increasing release of dopamine Increase cholinergic receptor او عفوان block للcholinergic receptor اللي هو اذا يجي الacetylcholine ويشتغل على الcholinergic receptor رح يعني يزيد حالة يعني البركنسون لان يكون محفز الى بينما انا من اجي شنو اعجي انطي block انطي الامانتدين اللي هو يسوي block للcholinergic receptor يسوي Inhibit N-methyl D-aspirate اللي هو نفسه احد انواع الجلوتاميت receptor اذا تذكروها اخذناها بمحاضرة دكتور سلمان بعد however at least efficient than this هذه الامانتدين هي اقل فعالية من مثل مالتها هي اثارة هيجان confusion hallucination high doses اذا ننطيب high doses احتمال يعني يعني بعد orthostatic hypotension يسوي urinary retention peripheral edema dry mouth اذا احتمال يسوينا اذا ننطيهن شوقت ب high dose اخر سلايد اللي هو anti-maschronic agents anti-maschronic agent مثل من مثل عدنا يعني تشتغل على الماسchronic ريسبتر مثل عدنا البنزوتروبين و الترايكسي في نديل البنزوتروبين والترايكسي في نديل باختصار شديد هذه الدراجات تسوي لشنو يعني بلوك للماسchronic ريسبتر وشنو تسوي imbalance تحاول انه تخلي لي اكو توازن لان احنا طلاب باركنسون disease راح يصير راح مستوى الكل الاسيتايل يرتفع يعني الاسيتايل كولين هذان الشغلات اللي الاسيتايل كولين الماسكرينيك لان كلهم يرتفعا والدوبامين يقل فبهذا الحال يصير عدى باركنسون فاني من انطي هذه الدراجات تحاول انه تخلي اكو توازن يعني بالموضوع اوكي فتسوي وانهيبشن بلوك لهذا الرسبترات فحتى شنو يصير imbalance between الدوبامين والاسيتايل كولين اكتبتي حتى يصير توازن زين they are much هذه مهمة they are much less infectious than ليبادوبا and play only on adjuvant rule anti باركنسون therapy هذي تأثيرها قليل اقل من الليبادوبا ويقول انه هي وحدها اذا انطيها للباركنسون disease ما بيها تأثير لان راح تكون قليل فعاليتها فلازم ننطيها وي هي anti باركنسون therapy اخرى مو بس هي نطيها side effect ماتها يعني نفس anti-masy cronic side effect يعني نرجع من المحاضرات anti-masy cronic receptor بالكورس الاول نشوف شنو نسوي من side effect الهنان خلصت محاضرتنا مع السلامة